ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد نسادس مرفوقا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل اليوم الخميط بالقصر الملك العامر بمدينة الدار البيضاء الدرس الثالث من سلسلة دروس الحسنية الرمضانية وألقى درس اليوم بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ محمد مشان رئيس المجلس العلم المحلي لعملة مقاطعات الفداء مرسلطان بالدار البيضاء متناولا بالدرس والتحليل موضوع فضل الاعتصام بحبل الله المتين وبسنة سيد المرسلين انطلاقا من الحديث الشريف رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه